والله كل شوية يوقفونا وممنوع وممنوع عوال وعوال وين نروحنا؟ مصطفى ومحمد وين يروحون؟ ايه ما يفيدا يبيتا وسخة تطلع الشرع وسخة اليوم جولتنا وين؟ وسط هاي الأجواء الحلوة والناس الملتمة بشارع الكورنيش نسولف معاهم وندردش ونشوفوا شلون الأجواء بشارع الكورنيش اللي موجود بالغابات على النهار دجلة والسدة ويصف بالموصل احنا تعالوا خلي شوفكم جمال السلام عليكم شوفنا عائلة تعالوا شونك عمي خبارك؟ تسمحنا نسعمل اليقاء معاك؟ سريح سريح تنقعد يمك شونك خبارك صحتك؟ أبو مؤمن أبو مؤمن اليوم احنا بشارع الكورنيش بالسدة شونك تشوف الأجواء بهاي المنطقة الحمدلله واشكر أجواء كلاش رائعة وجميلة وحلوة ونشكر المحافظة للساد نجمية جبوري على هاي الأجواء اللي عملوه العوائل نسألك هل سنتم عالتاكلون وبالعافية عليكم؟ الله عافية من يتخلصون ويسا بتخلون بقيت لأكل؟ تسلم ممنون بالنسبة للفضلات اللي تفقى من الأكل الحاويات الحمدلله واشكر جابونا وفرونا حاويات والعائل يقعدنا حط البقايا الطعام بالعلقاء والحاويات موجودة أغلب العوائل تعمل هاي الحركة اللي انت تعملها؟ أقذب عليك أقل لك ايه تمام أغلب العوائل لا والله اليوم هاي المنطقة شنو رأيك أكو هسا تصاوق قانون بأنه شباب ممنوع يدخلون باي المنطقة؟ هذه أحلى فقرة عملوها وأحلى قانون مثل ما يقولون اتخذوا للساد نجمية جبوري أو الأمن مع المحافظة اللي هيديرون الأمن بالمحافظة مع نينوة أحلى قرار هذا أنت قلت أحلى قرار زينها استمثلا إذا أبنك شاب واحد وجاء مؤمن؟ مؤمن ويصب واحد ووحد الشاب وين ينطيب بالنسبة للشباب الغابات إذا تحسب ثتة رباعة إذا ما أزي 80% للشباب الكافتريات الكازينوات من عدى الكازينوات اللي موجود بالرشيدية ما العوائل بس الغابات 90% أقل لك للشباب فندق نينوة براوي أشقص صغلك أنت منوعيت وعوفت هذا الفندق الفندق أنا أزوجته بإنوه هذا يوم 10-10 ما هذا قاعدين يوم الفندق لك 10-10 سبعة وتسين أسمعي يوم 10-10 سبعة وتسين أزوجته بهذا الفندق بس كان على حيله تتمنى يتم إعماره؟ أتمنى هذا الفندق فندق الموصل هذول إعلام ما الموصل عندنا فندق نينوة براوي وفندق الموصل كانت تجي يجون السواح من جميع المحافظات كانت تجينا اليوم أنتم ترجعون ذكرياتك ومؤمن هوني ومعاكم نحن مو بسر يوم نحن نوميا قبل ما يطلع القرار أنه الشباب يمنعهم عادي كن الشباب يجنوا براحتهم رايحين جاي ما أنا علاقة بهم تتمنى أكو شوارع هالشكل مثل هذا شارع الكورنيش بغير مناطق؟ شي أكيد بأي مناطق؟ يعني مثلاً يعني بتوجب أكو هالشكل شوارع؟ حالياً يبشرون بالكورنيش مع الدانادان اللي بالأيمن الدانادان يبشرون بينه وإن شاء الله يصير مثل هذا وبعد أحلام شكراً أبو أمين عدراسي السلام عليكم السلام ورحمة الله أخبارك؟ والله الحمد الله على الله يهل بيتك هل شعين المكان هذا بالكورنيش؟ والله الحمد الله والأجواء الطيبة والحمد الله شنو رأيك هاي الشوارع؟ تتمنين أكو مثلاً المكانات باعد مثلها بغير مناطق؟ إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله الأمن والأمان إن شاء الله على تتسألكي سؤال أش جايبينك اليوم معاكم؟ ولبس حب شمسوا هاي المو والله كنا بالمطعم وجينا حب شمس وشارس هاي الظاهرة هاي يأكلون وديخلون وصخم بالأرض؟ شون تشوف؟ لا ما يسيغ ما يسيغ كل البشر يجي يأكل يشرب يزيت بالحاوية وهذا بلدنا ومدينتنا لازم نحافظ لازم نحافظ على بلدنا اللي كثير ناس عاد تتعب على موده يعني شون رأيك إكو ظاهرة اللي خاصة اليوم منعو الشباب من هاي المنطقة فقط للعوائل عملوه؟ هاي غنبور لا صيغ طب يعني بالعامية عبنا صيغ شيء وكذا هاي يعني يسيغ مشاكل يسيغ مشاكل بين العوائل والشباب ماذا ندق للكي شباب ويسا بيغوح هاي؟ بهاي مغ ما صحي؟ ايه ام ايش انت ام احمد شكرا ام احمد ام احمد تكلمتنا عن الأجواء الحلوي يخي نرشع غير عائلة وننطيك منبعد الأجواء في شارع السدة الكورنيش اللي موجود بداية الغابات السلام عليكم السلام اسم الكريم؟ بشار احمد بشار شون نشوف الشارع الكورنيش اليوم؟ الجو يخبل يخبل الجو بس العالم بس خلت يتزم بالنظافة وتخلي الوسخ كله بالحاويات ماذا ما نتاكل هسة؟ تبن تخلص وين نتخلي الوسخ؟ خلي بعلاقة لايلون شبيرة اجيب لي وفرش البسطة من اكمل الاكل او العشاء او الجسم اجي الامو وخلي بالحاوية كلام يبيشي وليتجرز حب شمس هم يخلي بعلاقة وينزتوا بالحاوية ما عوائل كنزتوا قبلكم؟ ايه يزتوني ايه جا شوف يعني يعني شون توجه كلمة لهاي العائلة اليوم؟ مثلا انت جاي على منطقة كلش حلو اليوم حافظون عن نظافة وها اقلا اللي اريدو منهم بشار اليوم هذا المكان خصصونه فقط للعوائل اكو شباب هسه ولكن يعني قالوا لهم ممنوع جلوسوا يعني بهاي المنطقة لانه بس للعوائل شين رايك بهاي الظاهرة؟ هاي الظاهرة على راسي خلي ايه اكو شباب اه حاليا اشوفهم يعني يجون هنا بالمطورات جدام البنات يتفيق وش يسموه هاي ما اخوش هاي ظاهرة يعني بعض الشباب يعني قصده بعض الشباب مو اقصد الكل زين بشار الشباب وين يروح اليوم؟ اذا اكثر المكانات خصصت بس للعوائل وين يروح اكو مقاهي مع الشباب خاصة يروح بيها ما ايجي مالعوائل اكو مكانات خاصة يروح بيها يقعد الجامعة بالكفتريات هنا يكون خاصة بالبشار يا مولي 76 اكيد لحقت على فندق الموصل فندق الموصل والله خوش فندق فندق ابرويد دولي يعني اللي يرجعونه هو يعني على هيئته القبل يعني هم يطلع جمالية يعني للموصل يعني اليوم شنو مطالبات بشار؟ اريد يعني الفندق يرجعونه مثل ما هو يطلع جمالية الموصل كلها شكرا حبيبي بشار بشار اليوم تكلمنا معانه عن فندق نينو ابرويدا انتم اكيد الكل يعرفوا وكل ما مر من هاي المنطقة احنا نشوفه ويحز بقلبنا بانه الحج هسه ماكو اي اعمار لهذا الفندق مكملين هاي الجولة تعالوا معي هذا المكان خصصوه فقط للعوائل يعني هسه حاليا اكو شباب منعوهم من الجلوس لانه قالوا لكم بس العوائل هسه حاليا شفنا هاي الظاهرة بلا صحي قالوا بس العوائل يعني شباب نحنا مين نروح مثلا مين نروح نحنا جاينا نتوانسين يعني نفتار يعني يقولوا اطلعوا من هنا بس حوائل ما يصر يعني نحنا شباب من حقنا لازم يخصوا مكان الشرطة قالوا اطلعوا مياه بكام خاص بس العوائل اليوم شنو لك ان انت كشاب شنو شنو طالب طالب انه مثلا مكان يخصون للشباب همينة مثل ما اقو عوائل اقو شباب مينة تريد اطلع تفتر تونس يعني اعوفك انه عوائل مثلا كل واحد جايب عالتو يقعدينه انا من حقي كشاب انه اطلع ببحد يأو اخذ جمعاتي واطلع غير مثلا يحا خصصوا لي بكام شنو رأيك انت اليوم هذا المكان الخصصوه بس العوائل والله نحنا ندورنا مكان زين نجاي نطلع نتفنس ما اقو يعني ما اقو ما اقو مكان يعني نجاي نتفنس يعني نجاي نتخطى شو اسمك؟ اسمي حسن حسن عمر حسن وعمر جالسين بمكان العوائل احنا شفناهم يعني يقالوا لهم هذا مكان مخصص للعوائل طالبوا بانه اكو مكان للشباب نفس ما اكو مكان للعوائل لانه حتى يكون انصاب موجود بالمدينة اكتبوا ان انتم بالتعليقات شون تشوفون هاي الظاهرة مثلا اليوم اكو عدة مكانات فقط مخصص للعوائل وممنوع الشباب يدخلوها كم مرت بها يكيد كلها كم مرت بها بانه اكو ناس تفوت على مكان يقولوها فقط للعوائل سلام عليكم شونكم باشرونا طلعتم من الشارع وبعد كل شوية وقفونا وممنوع وممنوع عوائل وعوائل وين روحنا شون تشوف هاي يعني هذا الشي صحيح برأيه؟ والله غلب هو كورنيش غير الشباب يطلعون بنات عادي وين روحنا على السدير ممنوع على الكوفيات بس ضلك الكوف ما نقدر حتى نطلع شون تشوف هذا الشارع اليوم؟ والله شي منظر حلو منظر حلو نجوه حلوة حاليا طبيعا حلوة بس يعني موجر المكان الناس روح ليه الغابات حاليا بس يمنعون عوائل دائم الشاب من حقيهم وغير محقوق كتبونا وين يروحهم كتبونا بالتعليقات وين يروحون مصطفى مصطفى ومحمد وين يروحون بس قلونا خطيئة وين يروحون كاملين جولتنا بعد مصطفى ومحمد إن شاء الله تلقون مكان تقعدون به السلام عليكم شباب انتم مكتبون هم جيتوا بعض الشارع يقول لكم ممنوع بس عوائل ليش بس عوائل؟ الشاب وين يروحهم خطيئة والله حقه تعالوا معي عمو الحج ايش هنا؟ الله يحفظك أبو فهد عمو أبو فهد ايش تقشع الأجواء هوني حلوي؟ والله حلوة مرتبة ويعلو ملا ولا كذلك نرتبوها ومثلا يعني الصبحيات إذا يجون البلدية هي صوشنا احنا الناس المواطنين الأقشوق والأوصاف ما انت عمو انت من خلصت ويصب وخليت غراضك؟ نوك ويصب؟ بعض السطل لازراك كل ما يعملون؟ والله كل منه ذوقوا تربيته والبيئة اللي عايش بها عمو انت يا مواليد؟ انا مواليد 52 سبعين سنينة اكيد وعيت على هذا الفندق؟ مليون مرة كيف كان ذكرياتك بهذا الفندق؟ والله كنت كان بوقتنا يمكن بوفي ماذي التهون يعني عادي تفوتون اي اي نعم كنت تفوتون انا اصدقائي وهذه كانت حلوة اي والله كانت حلوة هكذا رجعنا قبلك هم وجاء قال انا اتزوجته هوني اي لا انا اتزوجته ويبنك تمنى يتعمر هذا الفندق؟ طبعا مو بس الفندق همشي المستشفيات والمطار المطار المطار انا اكد علينا ولو بدوا بينه بس يكون لا نص ويعفونه همو هذا المكان خصصون اليوم بس للعوائل تخشى هذا الشيء مليح يعني ممنوع الشباب يقعدون والله هذا افضل ما يمكن لان هالشباب هم يخابون يجي يضايق العوائل ومنتقد عائلته ما يقبل احد يضايقون مثل ما انت ما طيب احد يضايقون انتم للمفروض ما تضايق الناس هذا احترام لثير احترمنا تحترم ما بعض الشباب طبعا ما كل الشباب صحيح وهذا هو ان شاء الله يعم الأمن والأمان على هاي الموصل الله ينكتونس العمر عمو الله حفظك ابني بارك الله بك انا عبالي صديق ابني عصيح الله حفظك عمو فهد حكانا هالسعة عن هذا الشارع وعن الفندق تعالوا مكملين جولتنا شوية اللخو ونغشعكم الختمة ويصبوا احدكم شفنا الحجي يدو نعمل يقا معاها السلام عليكم السلام رحم الله والدي اخباركي الحمد الله ايو وضايق يا حجي انتي حتى لا تعبين اتمنكي ما داراك اليوم مبين نعم كانوا خلانوا مخدي ما صحيح ايه صحيح حجي ام ايش انتي ام عديت ام عديت ام عديت ايش ولا جواهون انتو شاي والله رحم الله والدي اتطلع ونفح على العالم وعن نطلع نتونى اصبح خير وسلامي وماكوا يعني مشاكل اي من قبل الشكل هاي كانت المكان تذكرين قبل شون كانت؟ كانت مهجورة وكان هذا الفندق اش اتكي ذي الكيانات بالفندق هوني كنتم تجون هوني قبل؟ ولا بوي ما هذه بس كناكد وانستن نطلع من يمه ايه ما جينا علينا بس رحم الله والدي العمل هاي المكان عدي انتم هوني تجون تقعدون اكثر العوائل جايبين اكيل وحب شمسوا هاي من تخلصون واسه بتودهم بقية؟ لا نحن لا هوني منحطوه منحطن بالحاويات بالحاويات؟ ايه اكو ناس ازتها السعبشها؟ وصاخ ما يخلون يعني عوائل ما مثقفة ايش تقليل ام انتي؟ خليوا يثقفون شوي المواصد تزهي يصيرون مثل الشمال الشمال تمشي بالشوارع وقد هوني ابد ما منظمين اهل المواصل الله نطيك تولت العمر عمي الله يعافيك ارحم والديك ام عدي حكت انه وطعتكم نصيحة بانه النظافة من اليمان تمام وكل من ايوه بالشارع زيكوني نظيفي تقليل ام زياحة جيب اي ما يفي داي ببيتة وصخة تطلع الشارع وصخة الله ينطيك تولت العمر رحم الله والديك شكرا لك ام عدي طعتنا الزبدة وقالت بانه ما نظيفي ببيتة ما نظيفي بكل مكان اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة